التفجير وزراعة الألغام هي إذن ثنائية الموت التي انتهجتها الميليشيا منذ بدء حربها على الأرض اليمنية ففي طريق ترسيقها تقافت التفذير المجاني لحياة كان تفخيخ الأرض هو المشهد الأكثر رعبا محافظة مأرب تحولت إلى حقول واسعة من الألغام التي أصبحت تحصد أرواح المارين بشكل دائم لتكون الحصيل الأخيرة مقتل فتاتين وجرح ثلاثة أخريات وفي تعز تتوزع المناطق المزروعة بالألغام في مدخل مديريات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا ويؤكد فريق نزع الألغام أنه تم نزع ما لا يقل عن طنين من مئات الألغام والعبوات المزروعة أما ميدي فقد أصبحت هي الأخرى أرضا خصبة لزراعة هذا النوع من المتفجرات المعادية للوجود قبل أن تتحول بعد ذلك إلى مساحة موت مفاجئ إذن لا تزال زراعة الألغام أداة قتل فعالة تستخدمها الميليشيا بعد أن تجد نفسها خارج معادلة السيطرة العسكرية ولا يزال هذا الفعل دليلا آخر على مدى استباحة هذه الجماعة لأرواح الأبرياء ترجمة نانسي قنقر